المشاهدين الكرام كنا نتحدث في الحلقة الماضية ووعدناهم أن نستكمل قصة موسى والخضر في هذه الحلقة تحدثنا عن موسى وارتحاله والأسرار في قصة ارتحال موسى والحديث حول وجود غلام معه والإشارات الإلهية لموعد لقائه في العبد الصالح وأخذنا مدخل للحوار الأول الذي جرى بين موسى والخضر والاتفاق الذي جرى بينهم توقفنا طويلا وتحدثنا حول اختيار القرآن للفظة فانطلق سنبدأ الآن بعد قول الله عز وجل فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها جميل حول هذا الحدث الأول الذي يواجه موسى بعد لقائه بالخضر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد فالآن ركب الشيخ والتلميذ في السفينة الآن رحلة العلمية في البحر ومنها كما سلف معنا كما قال بخاري باب ركوب البحر طلب العلم ومن استخدام الوسائل في الركوب مثل السفينة الطائرة كل شيء مثل ما يقول أبو الطيب جزى الله المسيرة إليك خيرا وإن ترك المطايا كالمزادي فلما جئت أعلى محلي وأجلسني على السبع الشدادة يقول ركب كل شيء للمطلب النبيل حتى يقول هنا قال فانطلق كلمة انطلق مرت معنا إنها الذهاب بهمة وعزمة وإسرار وصبر حتى إذا ركبها في السفينة خرقها الآن الشيخ الخضر والتلميذ موسى عليه السلام الموسى أفضل في النبوة لكن لا ترى نبوة هذا يميل الجمهور إلى أنه ليس بنبي وهذا لا يهمنا ليس عليه لكن هذا الذي أميل إليه أن الخضر ليس بنبي بل هو رجل صالح ولي من أولياء الله قال فلما ركبها في السفينة أتى الخضر عليه السلام وهم جلوس السفينة أركبوه يقولنا أنهم أركبوها مجانا يعني أنهم كانوا على البحر فقالوا تفضل واركبها قالوا كم يقول الخضر كم أجرى عرسان قالوا لا نأخذ منكم شيء أبدا تفضلوا فلما جلسوا أتى الخضر يسحب أخشابا من طرف السفينة وينقرها ويذهب مساميرها يسحب المسامير فيدخل الماء عليهم من البحر قال موسى قوم أركبوها بغير أجرى لأن تتخرق السفينة ويش هذا وهذا فيه يقول أن التجارة في البحر أيضا عقد العلماء لأن السفينة أصلا تجارية أن يطلب المسلمين تجارة في البحر في السفن وأنهم يعدون العدة فيها سواء حربية أو أنها للتجارة أو غير ذلك لكن لماذا استثنوهم هم من غير أجرى؟ هل عارفوا موسى أو عارفوا الخضر؟ الله أعلم يظهر والله أعلم وجد الصلاح منهما ويمكن أن الرحلة يعني عابرة عابرة تعرف يمكننا فيها بضاعة وأنها ليست للركاب بعض الناس على طريق الخشب فهم عاد ماشين ماشين قالوا تفضلوا نركبوا معنا أو أنهم رأوا من الصلاح والجلالة والمهابة والنبل فكما يقول أول رجل عظيم يقول ما يعرفه فقام إليه قال كيف تقوم إلي ولا تعرفني قال قيامي ور إليك حق وحق وترك الحق ما لا يستقيمه وهالرجل له لب وعقل يراك تسير إليه ولا يقوم بعض الناس يفرض يعني مهابته على الناس جميل موسى قال له قال أخرقتها لتغرق أهلها هل هذا الحديث من موسى هو اتهام للخضر أو استنكار والسؤال لا هو استنكر الموضوع يقول ماذا قصدك أنت يعني الآن يقول سببك تدري أن الماء إذا دخل علينا غرقنا يمكن ما قصده أنه يتهم أنك تريد غرقنا لكن يقول أنت بهذه الوسيلة ترى بتصل إلينا نتيجة أن تغرق السفينة كيف تسحب المسامير والخشب لأنه تعرف الموج يدخل مع السفينة فلما سحب شوي دخل عليهم الموج وأخذ يضرب داخل السفينة قال أخرقتها لأنه كان رضي الله عليه السلام قويا فسحب منها خشب وقيل مسامير فدخل الماء قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أهلها لماذا قال تغرق السفينة يعني لماذا قال لتغرق أهلها ما قال لتغرق السفينة لا هو المقصود أصلا طلب النجاح في السفن لأهلها على متنها وتغرق أهلها وهم المقصود لها غرق السفينة مجرد ليست مهمة لكن الذين الركاب الموجودون سوف يغرقون بغرق السفينة فهو أهم يعني طبعا قيمة الإنسان أعظم من قيمة السفن التي عليها وقال هنا أهلها لأنهم أصبحوا قيل أن أهلها ما هل السفينة الذين ركبوا فيها وهم ملاكها وقيل من يصحب الشيء فهو صاحبه وأهله ولا حتى ولو كان راكبا هنا يقول نعم لقد جيت شيئا إمرأ يقول أنك أتيت شيئا مخالف في العادة وأتيت شيئا قبيح والإمر هو الأمر الذي يستنكر والأمر الذي يخالف الطباع والحق والعدل يقول تأتي كذا بس يعني حتى لو كانوا لو أركبونا بإجراء لكان من الخطأ أن تفعل ذلك فكيف هو نحن مركبنا مجان وضيوف وثم إنك تتسبب في إغراق أهل السفينة وتدمار السفينة استنكر موسى هذا السريع في بداية هل هو يعني دعنا نقول أكد للخضر أنه لن يستطيع موسى أن يصبر معه هو الذي قاله الخضر عليه السلام لأمرين هو يعلم أن علمه كما تعرف الغامض أنه في أسرار وفي شيء من الغموض لا تستطيع النفوس تتحمل إلا تسأل والثاني كان يعرف من طبيعة موسى عند اللقاء عليه السلام لأن موسى عليه السلام كثير الأسئلة و لهمتي عليه السلام حتى تجده كثير الأسئلة في القرآن لما أعطاه الله الكلام طلب الرؤية و اعترض على بني إسرائيل و كما تعرف يقول حتى يقول الشيخ ابن تيمة أنه لما رجع أخذ الألواح و ألقاها و فيها كلام الله و أخذ بالحيط أخيه و جره قدام الناس و كان قويا و كان شجاعا عليه السلام و صاحب الجولات و الصولات و صاحب الميادين إذا اعتاد الفتاة خوضوا المناية فأهو ما يمر به له حول و هذا سهل عنده جميل بعدها قال له الخضر قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا يعني حتى بطريقة الحديث كان لطيف جدا جميل هو ذكره بالميثاق الذي بينك قال أنت ما تخبر أني قلت لك أول أنك سوف تدخل بنا في دوامة أسئلة أما اتفكنا أنا و إياك أنك تسكت حتى ننتهي و أنت وافقت على هذا الشرط و قلت إن شاء الله أني أصبر و أنت ما صبرت الآن لماذا أعطاه الفرصة الأولى هذه المرة الأولى بدأ المخالفة فيما بينهم عليهم السلام و بدأ موسى يقل صبره عند الأسئلة كيف تقرأ يا شيخ و أنا قد سمعت منك تعليق مرة على قول قال لا تؤاخذني بما نسيت و لا ترهقني من أمري عسرة يعني جواب موسى فيه نوع من هو فيه نوع من الفتوحات الربانية أولا قال لا تؤاخذني بما نسيت يقول للنسيان ليس مني قال الحيط الوتد لما تدقني قال اسأل من يشقني أو تشقني اسأل من يدقني يقول ترى النسيان غالب على الناس فأنا نسيت سامحني لأنني نسيت لأنه لو قال أنا متعمد أو كذا ما كان فيه و لذلك دائما الناس معذور قال لا تؤاخذني بما نسيت و لا ترهقني من أمري عسرة يقول أرجوك أولا مسافة و أنا طالب علم و أخطيت و لا تحمل علي كثير و أنت عندك حلم و عندك صبر و لذلك شرأ يا أخي الاعتذار النطيف يذهب سخائم القلوب حتى أن بعضهم يوجه له الاعدام فيعتذر فيذهب الرسول عليه السلام وجه الاعدام الكعب بن زهير اعدام من وجده فليقتل حاضروا فسار فلما أتى قال نبيت أن رسول الله عدني و العفو عند رسول الله مأمول و مهلا هدأك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها موعيب ترسلك فعاف عنه و أهداله صلى الله عليه وسلم النابغة الذبياني عند النعمان منذر أهدر دمه و كان القبائل يدخل القبائل قالوا ما داملك مطلوب النعمان ملك ذاك ما نكبلك فراجع إليه و قال حلفت يمينا غير ذي مثل نوية حلفت و فلم أترك نفسي تريب و ليس وراء الله المرء مذهب لين بلغ الواسون عني و شاته لهم غلغ واشي قشو أكذب هذه التي امتحن و عيض القرن بها يمين صدقت النابغة أو أمر القسط رجعنا إلى مسألة يقول لا ترهقني يقول لا تحمل عليها يعني الجمال البلاغي في اختيار لا ترهقني من أمر عسر يقول لا تشق علي في أنك تؤنبني أو تحرمني من الرحلة لكن العسر يحتوي الجميع لو تبحث في قاموس العربية كلها لا تجد جملة وهذا الإعجاز هذا كلام الله صحة الله لا يصلح هنا إلا هنا يعني حتى أن كثير من بل كل العلماء منهم حتى الفلاسف تره بعضهم بغير يعترض يقول الحارث بالكلدة بغير يركب فقط فجبست يده أو يبست يده كما يقول الذهبي فهنا يقول عسرة شملت عسرة الرحلة وعسرة طلب العلم والعتاب ومثلا والتأنيب يقول كل شيء لفظة لفظة لو قال لا ولا ترهقني من أمري عتبة يعني بيرقب شيء آخر بيقول هذا فراق ولو قال فراق لكن عسرة شملت الجميع كل ما فيه مشقة وعسرة شملتهم بعدها قال الله عز وجل فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله دعني قبل ما تدخل آتت فانطلق مرة أخرى هل هي استئناف جديد نعم هي سوف تستمر معنا هذه انطلقة كثيرا في السورة لأن السورة في هم خاصة في قصة الخضر وموسي يقولنا في طلب علم وطلب كشف أسرار وريادة بحرية وعلمية واكتشاف لمعاني ومقاصد في القدرة والخلق ولا تصبح الانطلاق وأنا قلت أن من أراد المجد والسؤدد والفلاح فعلي بالانطلاق يجعل أمامك فانطلق المجد لا يحتاج له إلا الانطلاق والمبادرة أما الواهن والكسلان والمخفق والفاشل فلا تصلح لكلمة فانطلق هناك الفانطلق تكرت دائما بهذا اللفظ وهي مقصودة في القرآن حتى هو القرآن يربي بألفاظه لفظة من القرآن الوحدة تربي جيل هل نستطيع نفهم منها أنه حتى إذا انكسر الإنسان وأخطأ وحصل له ما حصل ينطلق مرة ممتاز يقول الناجح يسقط ثم يقوم ثم يسقط ثم يقوم ثم يسقط ثم يقوم ثم يجلس على النجوم لأنه معه الحي القيوم ولذلك النملة تسقط ألف مرة ولا ضربوا نجاح حتى دي خارث لما تكلم عن النملة وديكها النجح حتى كلهم ألف بعضهم من نملة البيضاء يقول أن ميزة النملة أن لا تعترف بالإخفاق أبدا تسقط ونن تنظر إليها ينبغي نأخذ من النملة ومن النحلة ومن النخلة نأخذ من النملة الإصرار ومن النحلة الإختيار النحلة ومن النخلة العلوم والالتفاع في حياتنا يعني فقصدها هنا أن علينا ننطلق دائما لا نعترف بالفشل يعني طريق النجاح وفيه رسوب وإخفاقات ولكن في الأخير سوف تحقق النتيجة جميل فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتل قال قتلت نفسا زكية بغير نفس هنا قال لقد جئت شيئا نكره نكره هذه صدمة عند موسى لا تتصور أبدا تصور غلام وما سبقا في مشاكسات ولا حرب ولا في ثأر ولا دم ويدخل كذا في قرية عابر وعابر ومسافر وهو رجل صالح ولي وذهب معه موسى يطلب العلم فدخل القرية وإذا في غلمان يلعبون شباب أطفال بينهم لعبوا يتطاردون فدخل الخذر فجأة فأخذ عنقا الطفل فكسر عنقا فإذا هم ميت أمامهم ومطروح أرضا مبطوح أرضا موسى خلاص يعني نشط دمه في وجه قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس يقول نفسا وشوف النفس ترى قتل النفس في القرآن لم يأتي بعد الشرك أعظم منها نفس بإطلاق بالنفس بإطلاق النفس البشرية هذه معظمة ترى النفس البشرية حتى أسبابه دوعيها إلا في الحرب يوم تجد في أرض إذا اعتدوا عليكم لكن النفس البشرية وانقتل نفسها فكأنما قتل الناس جميعا حتى أنه صلى الله عليه وسلم يوم رأى استار الكعبة قال ما أعظمك وأجلك والذي نفسي بده المسلم أعظم الحرمة منك يعني قطرة الدم صح الألباني حديثين في السنن يقول لو اجتمع أهل السماوات وعرض على قتل المريم مسلم لكبهم الله على وجون في النار وصح حديث لزوار الدنيا بأسرها أهول عند الله من قتل المريم مسلم مستبشع في النفوس القتل هذا مذهل يعني فقط مستبشعها موسى بشكل لم يحتمل ولم يصبح ولا شيء وحتى أنه يقول لفظ موسى عليه السلام كأنه واجهه قال قتلت نفسا زكية نفسا ثم إنها زكية لو أنها نفسه في سبب مثل قصة الله عليه وسلم في الصحيح لا يكتلوا لا يحل دم المريم مسلم الله بحدى ثلاث يعني من بدل دينه أو الثيب الزاني أو القاتل يعني النفس بالنفس والثيب الزاني والذي خرج على جماعة المسلمين وعلى الدين هذه ثلاثة هنا يقول ما حصل يقول طفل زكي يلعب ولا يعرفنا أصلا تدخل عنه وتقتلوا بغير نفس معروف أن النفس بالنفس عندهم قال له بعدها لقد جئت شيئا نكرى هنا قال نكرى ولم يقول امرى امرى في خرق السفينة أمرها سهل أهلا وقد محتمل أن ينجر لكن صامد وعمد ومع الترصد ويرى الدم يسير ويرى عنق الطفل قال ما في أنكر من هذا يقول نكرى هي أعظم كلمة بشعة في استخدام الذنب الله جاب الذنوب سماه فوحش ونكر وذنب ومعصية وسيئة لكن النكر هذا جمع موسى هنا وانظر إلى القافية والفاصلة عسراء نكراء امراء وهنا تأتي بتنزيل الحكيم الحميد مكانها قال قال جئت شيئا نكرى يقول تنكر العقول والأعراف كل الأعراف الدولية والعقول والشرع تنكر هذا ما في قلب سوي عاقل إلا ينكر هذا أما امرأ ففيه خلاف وفيه محتمل نعم بعدها رد الخضر كان كالسابق إلا باختلاف يسير قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبر بذات الهدوء لكن بإضافة لك لك لم يأتي بلك هنا لكن هنا يقول زيادة المعنى زيادة المبنى تزيد على زيادة المعنى قال وغلقت الأبواب وهم يصطرخون فيها إلا يصرخون لك إلا يصطرخون يصطرخون فقال لا يقول إنه من العتب زود عليه كلمات يقول أنا ما أقول لك أنت لك أنت أنت ما سمعت مني أول فزاد لك هنا ليخبره أننا قد عاتبناك من قبل حتى تجد في المعاتبة الإبنى يقول أنت اللي فعل كذا و هو يعرف أنه هو تقول أنت و أنا قلت و قلت لك أنت و أنت الذي فعل أنت فقال لك فهو هنا زيادة في العتب لأنه بدأ شكل الخضر عليه السلام يصفي الآن بنته فبدأ يعطيه كلمات وبدأ يعتب بدأ يشد نعم يشد عليه و أنت استطيع ما يصبر قلت لك هذا أنك ما وفيت معي نعم جميل بعدها قال له موسى قال إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا الغريب هنا لم يقل أني نسيت الآن يعني هل هو كان واثقا بإنكاره على القتل لدرجة أنه كان متعمدا أن ينكر على القتل ليس بهذا لكنه بدأ موسى عليه السلام يستحي لأنه نقضى المتفاق في الأول و لما أتى الاتفاق الثاني ما يستطعي واصل يقولني نسيت و أعذرني و أعذرني لا متى فقال خلاص و أستح عليه السلام و أتى هنا ليفصل المسألة يعني موقف محرج و يريد أن يعني طبعا يسل غضب و عتب الخضر عليه السلام قال قال هذه آخر مرة إذا سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني و هذا يريد أن ينهي الرحلة عليه السلام و لذلك بصولنا صلى الله عليه وسلم فيما سلف كما تعرف أنه لما استمع قال هذا فراق بيني و بينك قال رحم الله موسى و ندنا أنه صبر حتى يقص علينا من نبئهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام فموسى أراد أن يعتذر بأكثر العذر أنت مثلا خطات في حق تقول شوف إذا مني فعلت هذا ثاني مرة أنت معذور حتى ما عد فيه لأنه لو كرر الأول قال لا تؤخذني بما نسيت و لا تركني لا يستقيم ما جديد لأنه تكرر كثيرا و لم يصب عذرا أصبب لم يصب عذرا بعدها قال قال له قد بلغت من لدني عذرا يعني أعذرت إلي و أعذرت إلى الناس أنت إذا أعطيت الإنسان مهله فقد أعطيته مثل ما قاله من أنذر فقد أعذر أنت بلغت لي العذر و أعطيتني أمد فما أصبح لي عذر فيما بعد و أصبحت أنت بعيدا عن اللوم و عن العتب جميل بعدها قال فانطلق مرة أخرى تتكرر فانطلق و هي مقصودة هنا كما قلت لكم قفوا عند كلمة فانطلق و هي تصلح أن تكون رواية إسلامية شرعية و شعار حياة و تكون شعار حياة و تكون منهج في أخذ الأمور دائما فانطلق و دائما فإذا كان العبدان الصالحان عليهما السلام يقول الله عنهما فانطلق فهي بهمة و نشط كأنهم يجددون كل يوم رحلة و كأنهم يذهبون بحزم و قوة فانطلق حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعم أهلا فأبوا أن يضيفوهما فوجده هنا القصة الثالثة المشهد الثالث من قصص الخذر و موسى عليه السلام انتقل من خرق السفينة قتل الطفل الغلام فأتوا الآن إلى القرية عارضوا أنفسهم جائعين مسافرين تعبانين عليهم السلام ضيفونا أطعمونا قالوا لا ما عندنا طعام لا بد بأجراء و الأجراء قصرت عليهم فأخذوا يدورون من يطعمهم عليهم السلام و من يعني يقول تفضلوا و قلتوا لما عندهم و هم في جوع عليهم السلام و في المناسبة و لما مر و إذا بطرف القرية جدار يريد أن ينقب مائل يريد يسقط قال الخذر لموسى يلا شد حيلك تعال أعطني حجاره و أنا بابنيه قال كيف تبنيه لا يعرف صاحبه طبعا و لا أدعاه أحد و لا أقول أهل القرية هذه أجراء لكم يعني تفضل من الطريق وجهة جدار طايح و أنت ما تعرف صاحبه و أنت أول مرة عاوني الآن موسى عليه السلام ينسى تلك لأن أصل المفاجآت تجعل الإنسان مع التعب و مع السفر و مع الحيرة تجعله ينفجر بالأسئلة و هذا هو أصلا سر العموض في القصة لأنه صارت قصة مذهلة و لكن لأنه كثرة مراننا و تكراننا ما نراها لا عادية بينما هي كل جمعة ترسل لنا رسائل و كل جمعة توقظنا و لذلك أمرنا بل ندبنا أن نقرأ كل جمعة كما صح عنه عليه الصلاة والسلام هذه الصورة بالذات صورة الكهف جميل حتى إذا وجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه في معنى دلالي جميل فيه يريد أن ينقض جميل هذا يريد أن ينقض بعض العلماء كتب فيها قالوا مثل المجاز في القرآن قالوا مجاز و الحقيقة أنه حقيقة لكن الله سبحانه وتعالى نسب إلى هذا الجدار لأن يعني الله أنزل القرآن باللغة العربية و اللغات العربية يطلقون مثل هذا فأسأل أهل القرية لكن هنا اختيار يريد أن ينقض كأنه هو من نفسه كأن الله أعطاه روحا و أعطاه إرادة و يريد أن ينقض و كأنه يعني شيء إلا شيء و يريد أن ينقض بنفسه يقول العلماء فيها سر أن الجدار لهوانه و وهشاشته يريد أن ينقض دون أن ينقضه أحد يعني حتى ما تدفه بيندفه حتى ما بيطيحه بيطيح و في معلم آخر أنا ذكرت قصة عن علي بن أبي طالب رضي الله كان مع رجلين يحكم بينهما تحت الجدار و الجدار مائل فأدمر الرجل في الكوفة فقال يا أمير المؤمن أخشى أن ينقض عليكم الجدار قال حسبنا الله و نعم الوكيل يقوله علي فلما حكم و خرج بهما انقض الجدار مكانهما لا إله فهم سالمين فهذا يريد أن ينقض ينقض هنا ما كان يسقط الانقضاء هو تتابع تساقط الحجار حجرا بعد حجر و لذا تشوف العناية ينقض و لم يقل يسقط يسقط تقول مثلا للوح يسقط ترى العبارات في القرآن أبو منصور الثعالبي في كتاب فقه اللغة يأتي بأن عبارة القرآن لها أسرار أخرى و دلالات أخرى مثلا تركوك قائمة لم يقل واقفة لأن القائم هو غير الواقف غير الواقف من مشى ثم وقف هذا كان ماشي ثم وقف و رسول الله عليه وسلم يكون كذلك من كان قاعدا ثم قام قال قائمة فتجد القرآن لا يأتي إلا باللفظة الصحيحة التي هي الإعجاز الاختيار من الله و العناية هنا ينقض ما تكون إلا الجدار اللي في حجارة ينقض حجرا حجرا يتفلت حجرا حجرا و لم يقل يسقط أو يقع استنكر بعد ذلك موسى مباشرة قال لو شئت لا تخذت عليه أجرا يعني ناسي حتى القارئ القارئ الذي يقرأ الآيات بتماعون يجد لديه من الفضول يريد أن يعرف فكيف بموسى الذي كان مصاحب و هو متعب و جائع و يريدون طعام قال ود أنه بدل يعني تفضلك جزاك الله خير تعمر للناس تمر بجدار للناس موسكو التبرع كذا أنك خذت أجرا على منعونا لأضيفونا نبحث عنه من يغدي من يعش ما في أحد قال و حتى بلطف لو رشيته التي خذت عليه أجرا و فيه أن طلب الأجرا وارد عند الأنبياء عليهم الصلاة و السلام و قد أجر بعض الأنبياء و قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجر نفسه بأبي همي يرعى غنما لها المكة على كراريط على أشياء بسيطة مثل الدراهم و الفلوس أجرهم صلى الله عليه وسلم و ما من نبي إلا رعى الغنم فأخذوا أجراه وارد من العجائب الإمام أحمد إمام أهل السنة و الجماعة أجر نفسه حصادا انتهى به النفك إمام أهل السنة و الجماعة جميعا الذي تهتز الجبال إذا قلت أحمد بن حنبل يعني من الهيبة و من مكانه غفر الله أجر يقول الذهب يسقط و من كثير انتهت نفقته في اليمن قال في مزرعه يعطونا مجال قال أنا ما أخذ يريد أن يعمل يريد أن يعمل قالوا في مزارع تحصدنا قال أنا أحصل فأخذ المنجل و حصد بالأجراه أحمد بن حنبل رحمه الله هنا ينتهي أو تنتهي قصة الأسرار و يبدأ بعدها بالكشف دعنا نتعرف عليها فضيل الشيخ بعد فاصل قصير نعود فيه مع مشاهد الكرام لنتحدث أكثر معكم مشاهد الكرام مع ضيفنا فضيلة الدكتور عيض بن عبدالله القرني حول نهاية قصة موسى و الخضر و بداية حديث الخضر لموسى عن أسرار هذه الرحلة فاصل قصير ثم نعود أهلا بكم مشاهدي الكرام في اليوم مرة أخرى في اليوم نجتمع و حديث حول قصة موسى و الخضر حيث بدأنا في الحلقة السابقة التأمل حول هذه القصة و أسرارها و حكاياتها مع فضيل الشيخ الدكتور عيض بن عبدالله القرني مرحبا بك فضيل الشيخ مرة أخرى و نستكمل ما توقفنا عنده من قصة موسى و الخضر حين قال له هذا فراق بينه و بينك قد بلغت من لدني انتهى كل شيء يعني أمهلتك و سمحت لك حتى وصلنا إلى هذه اللحظة سنتحدث عن بعدها لكن هذا اللطف من الخضر و قبوله لهذه الاعتذارات المتكررة يعني لم يمر موقف بين موسى و الخضر إلا و موسى عليه السلام استنكر أو استغرب أو لم يتقبل هذا الموقف فما الذي يمكن أن يفهم من رد الخضر المؤدب على موسى أول نخي سلطان يظهر أن طريقتك معي هي الرائعة في أنك تأخذ كلمة كلمة لأنني أنا تفكر في كل كلمة مرت به في التفاسير و أقول علماء و الدباء فأجدني مشدودا أكف عندها قوله هذا فراق بينه و بينك أصعب شيء عند النفوس الفراق لفظ فراق هذا مذني هو القاتل يقول أبو الطيب لو لا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبولا حتى أنه يقوله فراق من فرق غير مذممي و أمن و من يممت غير ميممي تعرف الفراق هو الموت الأحمر حتى صاحب طوق الحمام الحزم يقول لا أشد من الفراق إلا الموت هو موت و لكن يوم يأتي الخضر يكف أمامه يكف أمام التلميذ المتشوق الراحل المرتحل له يقول هذا فراق بيني و بينك تصور و نسأل الله عين من فارق لكن الذي يوسر الرحلة أنا قلت مرة في تغريدة ليس الفراق أن يموت بعضنا عن بعض أو يفارق بعضنا بعضا أو لا يرى بعضنا بعض الفراق أن يكون أحدنا في الجنة و الأخر في النار نعوذ بالله أما فراق بعده اجتماع في الجنة فهو سهل هنا قال فراق بيني و بينك أذكر كلمة للحسن قال هذا موسى خالف الخضر ثلاث مرات فقال له هذا فراق بيني و بينك فمن يخالف ربه كل يوم سبعين مرة ألا تخشى أن يقول الله هذا فراق بيني و بينك أنا تخشى أن واحد يلحد يعني منكثرة عصياننا لربنا أن يقول هذا فراق بيني و بينك نسأل الله أن يلطف بنا كلمة الحسن مؤدية مؤثرة جدا ينبغي أن ننتبه جميعا يعني رجال و نساء لا يأتي يوم من الأيام يقول سبحانه هذا فراق بيني و بينك اذهب بحث لك عن رب بحث عن راحم منه نعود بالله من ذلك قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر يقول قبل أن ترتح لك حق الرحلة و طلب العلم أنا أبسط لك الدرس الآن و أعطيك النتائج و أعطيك شرح الفصول السابقة هنا قال لم تستطع هناك سوف يقول لم تستطع نعم سوف تأتي معنا لكن هنا كأنه يسليه أنه حتى و إن كنت لم تصبر في الماضي الآن سأحدثك بكل الذي جرى فكيف بالقارئ و المتأمن للقرآن متشوف فكيف بموسى الذي بجواره كيف يتشوف لمعرفة ما الذي جرى أنا أتصور أن موسى عليه السلام أصبح أذن صاغية و كل رحلته التي دله الله عليه تقف عند هذه اللحظة هذه اللحظة المفصلية في حياته يريد أن يفهم لأنه استغرق في التفكير و في الإنكار و في السؤالات أصبح كله سؤال فأصبح أترت الإجابة الآن قال انتظر حقق علينا أني سوف و أنبيك بتأويلي و التأويل هنا هو معرفة أسرار الأمور و تفسير الأمور أو عاقبة الحدث يعني ماذا آل إليه الأمر سوف أخبرك ماذا آلت إليه الأمور كلها ما هو جوابها ما هو كشف الأستار و الأسرار في هذه الكصص نعم في أول الأمر بدأ بالسفينة قال أما السفينة لأن رتبت القصة على ما سلف بالترتيب يوم لما ركب السفينة فقال أخبرك بقصة السفينة قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة نعم هنا مسألة يقول أنا أما السفينة هذه فهي كانت لأناس أي تام مساكين و منها يتاجرونها في البحر و من يقول الذين أركبوه من غير أجر أيوة يقول أن المسكين حيانا يكون عندهم مال هم عندهم سفينة و سمهم مساكين يقول أحيانا دخلك أنت عندك لكنه لا يغطي نفكتك الآن بعض الناس يقول موظف و عندهم مثل دخلوا مثل عشرة ما تكفي أصلا فبعض الناس عندهم مثل سيارة أجر قال أنت تشكو أنت عندك سيارة سمهم الله مساكين و عندهم سفين ليس لأن مصروفهم كان أكثر كل من كان مصروفه و نفكته أكثر من الداخل هذا علم اقتصاد فهو يعتبر مسكين و لو كان عنده يعني أموال هنا قال فأردت أن أعيبه هنا ورد فأردت و أردنا و أراد ربك فأردت يعني كأنه نسب هذا التصرف أنا خلني تفضلا أذكر لك هذه الفائدة عرسل لا ننسى فأردت عند السفينة فأراد ربك أن يبدلهم أخيرا منه و زكاة و أقرب رحمة و أردنا أن يبدلهم ربهم و زكاة و رحمة و هناك فأراد ربك أن يبلغ شدهم في السفينة فأردت و في قتل الغلام فأردنا أثنين و في بناء الجدار فأرد ربك لأن إخراب السفينة هذا عيب ظاهر عند العقلة قال فأردت لينسب عنده لينسب لله عز وجل لأنه سبحانه أجل منه و أما في الغلام ففي مصلحة خافية و في مفسدة ظاهرة قال فأردنا فإن كان مفسدة فمني و لا احتمال و اجتهاد خطأ و إن كان من صلاح فمن الله و أما في بناء الجدار فكل عقلاء العالم يرونه صلاح أنك تتبرع و أنه مجان تبني فنسبه إلى ربك فأراد ربك في مسألتي في الجدار فأراد ربك جميل فكانت لمساكين يعملون في البحر فردت أن عيبها و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الغصب هو السر في المسألة أن الملك هذا يأخذ كل سفينة يغصبهم عند الساحل فإذا جاش عنده عمال و عنده حرص و جنود إذا رأى السفينة جميلة و متقنة قال خضمها إذا كانت خربان قال تركها و وش نبغى بهذا فمن حكمة الله عز وجل وطفي أن علم الخضر بذلك حتى تنجو السفينة و اتلاف بعض المال ليبقى بعض المال و لهذا تجد الناس يحرصون على خاصة ظلمة و أهل الجور على اصطفاء أموال الناس حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث معاذ و اتكي كرائم أموالهم و اعلم أنه ليس بين الله و اتكي دعوة المظروف و أنه ليس بينه و بينه حجاب فالناس دائم يرقون في الأجمل و الأحسن و الأثقن فقال حتى لا يأخذ الملك السفينة إذا كانت متقنة خلنا نفسد بعضها علشان إذا مرت و إذا مكسرا و فيها خروق و فيها ثقوق لم يأخذ ما نحتاج هذا هو النجاح ظاهر التصرف أنه لم يكن غير مقبول لكن مآله الآن هذا هو المقصود هذه هي الحكمة و فنجت السفينة فصار فيها مصرح و الحمد لله بعدها قالوا و أما الغلام فكان أبواهم أمينين فخشينا أن يرهقوا ماطغيانا و كفرا فأردنا نعم في علم سر الله عز وجل الذي أخبر به الخذر أن هذا الغلام سوف يخرج جبارا عنيدا شقيا و سوف إن استمر و طاوعاه الوالدان يعني حملهم حب الولد يعتنقون مذهبة في الإفساد و الإجرام و الظلم بعض الوالدين يعني العاطفة الزايدة يوافقون و و لدهم في الخطأ حتى و في المعصية ففي علم الله عز وجل فكان الأصلح و في العلم أن الله سبحانه وتعالى يصلط عليه الخضر ليقتله و يبقى المؤمنين البارين الراشدين يعني بعض الأبناء يقلب الحياة بعض الأبناء شاهدنا و سمعنا فجور يتمنى بعضهم و ما عرف الابن أصلا و بعضهم يصبح عدوا ماردا شقيا نعوذ بالله من ذلك منحرفا عن منهج الله فخشينها يرهقهما طغيانا يحملهما على الطغيان طغيان و يحملهم على الطغيان يقيل هذا و قيل لحبهم له و تعلقهم به قد يحملهم على مسائل و طلبات لا يجدون إلا أن يطغوا في أموال الناس و في أعراض الناس من أجل إرضائه لأن بعض الأبناء يحمل والده حتى من الجور في الأموال و والسرقات و الظلم و البطش إلى أن يقعوا في الجور و الظلم و الطغيان بعدها تعجل و في سيفة نسبها إلى نفسي فجعلها بالجمع قال فأردنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة و أقرب رحمة و أقرب رحمة يعني حتى ظاهر الأمر كان قتل قتل لكن ما قاله هنا الله عز وجل سيبدلهم يبدلهم هنا يقول هنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة يقول أطهر من هذا الإبن في التربية و في النشأ و كذا و أقرب رحمة أزكى في فطرته في نفسه و أقرب لهم رحمة من حيث الصلة و البر و من حيث الطاعة و بالفعل حصل ما حصل لأن كل العل أو عسى أو ترجي في القرآن يحصل لكرم الله عز وجل بعدها قالوا أما الجدار فكان لغلامين في المدينة يتيمين يتيمين في المدينة و كان تحته كنز و كان تحته كنز لهما و كان أبوهما صالح فهو رجاء أولا أيتام و هو كنز عظيم من الذهب و أبوهما صالح فمنها أن صلاح الوالد يؤثر في صلاح الولد يحفظ الأبن يحفظ الأبن يقول نسعين سيبو لما ورد أنه ولد أكثر من النوافر قال قال على الله أن يحفظني في ابني فمن أراد أن يحفظ في أبنائه فعلي بالصلاح و كثرة الذكر و العبادة و النوافل ترى صاحب الصفة الأول في المسجد ما يسقط و انطاح يقومها الله دائم ترى المكام على الله سبحانه وتعالى مهما أول وجه ضربات لكنه في الجملة ينتصر بإذنه تقول عاكبة له صاحب الصفة الأول صاحب التهجد القرآن الذكر قد يحصل منه الذنب كما يقول ابن تيمي بيحصل منه الخطأ بيحصل المعصية لكن يقوم كل ما طح قومه سبحانه وتعالى و أيقبه بخلاف نعوذ بالله المعرض المنحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى بعدها قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما يستخرجان كزنزهما رحمة هنا قال ربك أراد ربك جعل إرادة لله عز وجل لأنها مصلحة على كل جهة لا يخالف فيها عاكل قال هنا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما يعني اليتيمين فإذا بلغ أشدهما تصرف في المال لهم أطفال لو اكتشف الناس الكنزة أخذهم لكن إذا بلغ الإنسان أشده وأصبح يمتنع وأصبح ليثا هصورا على حلاله وماله ما يقرم من أحد جعل قال ويستخرجا كنزهما رحمة من رحبهم لطف الله ورحمة حتى حفظ أموال الناس اللي رحمة من الله وتقوية الأيتام رحمة من الله وتسهيل الأسباب التي تحفظ أموال الناس عرابهم رحمة من الله ولذلك الوالي الذي يحفظ أموال الناس رحمة من الله إن الله يزعب السلطة ما لا يزعب القرآن يقول علينا طبعا إمام غشوم ولا فتن تدوم وفيها يؤمن بالوالي السبل ونحو ذلك هنا قال وما فعلته نهاية القصة هنا في الأخير قال وما فعلته عن أمري يقول كل هذا ما تسأل لم أكترح من عندي ترى ما هم مبادرات من عندي من فضل الله من العلم الخاص الذي دلني الله عليه وهذا علم رباني لدني هذا يسمى العلم اللدني نوع من الإلهام نوع من الإلهام ويؤتى لأولياء وليس هو شريعة لكن الله يرهم بعض الفتوحات الربانية لأناس في يدركون الأسرار مثل تعبير الأحلام هو شيء يعني شيء من العلم لكنه يقول علم لدني وما فعلته عن أمري ذلك تأويله ما لم تستع عليه تقرأ تستطع وتستطع لكن قراءة الجمهور تستع قالوا لأما قال تستطع لأنه ما كان يدري أول فزاد في المبنى زاد في المعنى فصارت بتكلم فتستطع لأنك ما بقدرت لكن لما علم صار كل شيء خفيف انتهى الموضوع كان في إنجاز حتى الكلمة قال تستطع عليه صبر الآن صار عندك واضح فلما أخبره صار واضحا فاختصر في الجملة قال تستطع عليه صبر انتهت القصة وقد بيّن له الأسباب وبيّن له النتائج وبيّن له الأسرار عليهم السلام جميل طيب فضل الشيخ بعد هذه القصة آخر ما سأسألك عن عائضة القرية أكثر ما شدك من خلال تأملك لهذه القصة وقرأت فيها عشرات التفاسير والكثير من التأويل والحديث حولها ما الذي استوقفك من كل هذه الرحلة أنا ورحلة موسى والخضر وقفت في ثلاث مسائل وقفت أنا في حرص موسى على العلم عنده التوراة وعنده كذا ويريد يركب البحار والأمواج والسفن يطلب علم زيادة فكيف هذه النفوس الكبيرة التي تطلب علم فبلا قل لي من نحن إذا لم نسافر ونرتحل ونذهب ونأتي ونطلب الفائد الثاني صراحة يعني أنا هزني فهذا فراق بيني وبينك وإني تذكرت كلمة الحسن وأتشوف الحياة أنك سوف تفارق حبيبك ولكني أخشى أن يقالي يقالي الإنسان العاصي من الله هذا فراق بيني وبينك الثالث شدني فيها الكلمات فأردت وأردنا وأرد ربك هذا الإجتباء والاستفاء في الكلمات وهذا الاعتناء وهذا الرقي البلاغي الذي لا يدركه البشر فسبحان من أنزل هذا الكتاب العجيب أن هذا القرآن نزل على أمي ما دخل جامعة ولا مدرسة ولا رأى شيخ ولا أستاذ ولا دكتور وما يدري صلى الله عليه وسلم ترى ما يعرف من هو الخضر ولا يعرف السفينة ولا الحوت ولا يوشع وكان في مكة في قرية من بيوت من طين وحجارة ومع ذلك يأتي بهذا العجاز وهو لم يكتب حرفا بأبيهم وما كنت تتل من قبله من كتاب ولا تخطوا بيمينك إذن لتأبروا مبطلون هذه المعجزة الخالدة هذا السر هذا رسالة العالم هذا سر وجودنا ونهضتنا وقدرتنا وانتصارنا ويل لمن أعرض عن القرآن وحسرة له تقبل الله منه فضل الشيخ شكرا لك على هذا العرض حول قصة موسى والخضر وهذه الإشارات الجميلة في كل المجالات حول قصة موسى والخضر أتمنى أيضا أن نعد المشاهد الكرام بأن الحلقات القادمة أيضا تأخذ حظها من الحديث حول بعض قصص القرآن وبعض آيات القرآن في الحلقات القادمة فضل الشيخ شكر الله لك وأنا شاكل لك سلطان أنك رجعت إلى القصة وكنت مبدعا في اختيار القصص القرآن والترسل مع عبارة القرآن فجزاك ربي خيرا وجزاك أيضا خيرا والشكر لك فضل الشيخ والشكر موصول لمشاهدين الكرام على حسن المتابعة حلقة اليوم نجتمع تنتهي ونلقاكم بحول الله تعالى الأسبوع المقبل تقبلوا تحياتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة